أرقام مهولة تكشف عن حجم التغرير الحوذي بأبناء القبائل ممن تدفع بهم الميليشيا إلى محارق الموت في حربها العبثية لتتواصل معاناة اليمنيين بين جبهات الحوذي ومصارعة الموت مع الأمراض والأوبئة التي انتشرت في زمن الميليشيا فضلا عن غلاء المعيشة والارتفاع الجنوني لأسعار السلع قناة اليمن اليوم كشفت في حصيلة رصدتها خلال العشرة الأشهر الماضية من العام الجاري بلغت نحو 4670 قتيلا ممن لقوا مصرعهم في جبهة القتال من بينهم 2612 قياديا منحتهم الميليشيا رتبا عسكرية مختلفة بالإضافة إلى 28 شيخا قبليا و7 قتلى من الأفارقة جندتهم الميليشيا في صفوفها الحصيلة تضمنت نسبة 25% من الأطفال ما بين سن الثالثة عشر والثامنة عشر والمهمشين بنسبة 17% والموظفين في القضاعات الحكومية بنسبة 9% و6% من الهاشميين المنتمنة للسلالة الحوثية فيما بقيت الحصيلة من أبناء القبائل المغرر بهم هذه الأرقام من القتلى شيعة الميليشيا في صنعاء وذمر وحجة وإب وصعدة وعمران وتعز والحديدة والمحويت والبيضاء وريمة والظالع ومأرب ولا تزال المئات من جثث تلك العناصر لم يتم التعرف عليها وأخرى يرفض الأهالي السلامها موزعة على ثلاجات الموتى في العديد من مستشفيات صنعاء والمحافظات الأخرى وتتعمد ميليشيا الحوثي بث مواكب قتلها على قناة المسيرة مباشر لاستقضاب المزيد من المقاتلين من أقارب وذوي القتلى في حين لم تنشر أي من تلك الأسماع على موقع القناة الإلكترونية كي لا يتم رصدها من وسائل العلام والمنظمات الحقوقية ما يكشف عن حجم العبث الحوثي بأرواح اليمنيين منذ نشأة هذه الحركة ككيان صرداني في الجسد اليمني